السلام عليكم هكلمكم النهاردة عن مشروب مهم جدا بيعالج الأنيميا وفقر الدم ليه لازم نعالج الأنيميا وفقر الدم؟ عشان حاجات كتير طفل اللي تركيزه قليل وكل شوية عمال ينسى ده طفل عنده أنيميا طفل اللي وشه دبلان كده ويجي يلعب شوية ليه هبط وعرق ومش قادر يكمل ده طفل عنده أنيميا طفل اللي كل شوية عيام من دكتور لدكتور ده طفل غالبا بيبقى عنده أنيميا وبرضه نفس الكلام الطفل النفس مزدودة مش عايز يأكل لما تيجي تحلليله هتلاقي عنده أنيميا الأنيميا بتقذ الطفل في حاجات كتير عشان كده لما نعالجها هنلاقي تحسن كبير في صحة الطفل نهاردة هقولك على مشروب يومي لو ادينا للطفل بصفة دورية هيفر معنا كتير في صحة طفل هيعالج الأنيميا وفقر الدم وهيحميه من الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الأول تابع معي في الأول بقى ما تنسيش اللايك وشير عشان الكل يستفيد المشروب اللي هنتكلم عنه النهاردة مشروب مهم جدا لو دتيه لطفلك هيحمي الطفل من الأنيميا وفقر الدم وحتى لو فيه عنده نسبة أنيميا هيساعد بنسبة كبيرة أن الطفل ده يتعالج بسرعة المشروب طعمه حلو غالبا طفلك مش يرفض ياخده نقدر نيديه من 6 شهور أو من 8 شهور هقولك بالزبط في وسط الفيديو تقدر تيديه من عمر قد ايه المشروب ده مش بس هيفيد طفلك في علاج الأنيميا لا ده هيحسن صحة طفلك بصفة عامة في حاجات كتير قوي زي مع الرافج دلوقتي المكون الأول في المشروب طعم نهاردة البنجر أو الشماندر طبعا ما منفعش نتكلم على الأنيميا ونقص الحديد من غير من جيب سرعة البنجر البنجر من الحاجات اللي فيها نسبة حديد بنسبة عالية جدا دي بتخلي تكوين الخلايا الدم الحمرة عند الطفل كتير وبالتالي بتخلي الأبسجين يوصل لكل نقطة بجسم الطفل ده بيحمي الطفل من الأنيميا بنسبة كبيرة ولو فيه نسبة أنيميا بيخليها تتعالي طب دي كده خلاص الفوايد بتاعة البنجر مفيش فوايد تانية لا طبعا البنجر من الحاجات اللي فيها نسبة عالية جدا من الألياف دي بتحسن الهضمة عند الطفل وبتحميه لو فيه إمساك يعني لو عنده صعوبة في الأخراج لما بنديره البنجر الحمام بتاعه بيبقى لين وبيعمل حمام بسهولة ما بيبقاش فيها مشكلة كمان البنجر من الحاجات اللي بتحسن المناعة بتاعة الطفل عشان بيبقى فيها نسبة عالية من فيتامين سي فيتامين سي من الحاجات اللي بتحفز الجهاز المناعة عند الطفل بيحمي الطفل من الأمراض البكترية والفيروسية بيخلي صحة الطفل كويسة خير منه هو بيكون فيه برضو انضادات أكسادة بتحمي الطفل من الأمراض بنسبة كبيرة لو طفل بقى بيلعب رياضة وبيتغزى على البنجر بيخلي الأداء البدني عند الطفل أحسن كتير لأن نسبة النطرات اللي موجودة في البنجر بتخلي استهلاك الخدايا للأكسجين أقل أثناء الرياضة فبيكون مفيد جدا للأطفال الرياضية لتلعب رياضات معينة غير أنه هو بيحمي الطفل في المستقبل من أمراض ضغط الدم وأمراض القلب عشان نسبة النطرات اللي موجودة فيه زي ما شفتي كده البنجر من الحاجات المفيدة جدا للطفل تعالج الأنيمية وفي نفس الوقت تساعده أن يتحسن في حاجات تانية مش بنيديه عشان الأنيمية بس لا بنستفيد منه في حاجات كتير ده أول مركب المكون التاني اللي هنتكلم عنه في المشروبة عن نهاردة الطمر الطمر ده من الحاجات الهائلة يفيد الطفل في موضوع الأنيمية ويفيده في حاجات كتير نسبة الحديد العالية اللي في الطمر عالية جدا 100 جرام من الطمر فيهم تقريبا 1 ميلي جرام من الحديد وده نسبة كبيرة بتخلي إنتاج الهومجلوبين بتاع الجسم كويس بتخلي الأكسجين يوصل لكل حتة في الجسم كويس بيحمي الطفل من الأنيمية وفقر الدم ولو في نسبة أنيمية بيعليجها كمان بس كده لا برضو مش بس كده طمر من الحاجات اللي بيكون فيها كالسوم كمان بنسبة كويسة بيخلي العظم بتاع الطفل كويس بيخلي السنان بتاع الطفل كويسة بيخلي صحة الطفل هيلة بس كده لا برضو مش بس كده طمر من الحاجات اللي فيها نسبة ألياف عالية نسبة الألياف العالية دي بتحسن الهضم عند الطفل وبتحمي الجهاز الهضمي عنده وبتساعد للإخراج لو طفل عنده إمساك بتحسن موضوع الإمساك عند الطفل بنسبة كبيرة فيه برضو نسبة عالية من فيتامين سي بتحمي صحة الطفل وبتقوي المناعة بتاعته بتخلي الطفل يقاوم أدوار البرد والأنفلونزا وبتحسن رؤية عند الأطفال بنسبة كبيرة وبتخلي صحة الطفل كويس غير إن الطمر من الحاجات اللي بتحسن وزن الطفل بنسبة كبيرة ويمكن يتكلمنا عنها في فيديوهات كتير قبل كبه وقولنا إن 50 جرام من الطمر فيهم تقريبا 600 سعر حراري وده رقم كبير جدا على فكرة إن الأطفال مثلا من سن 3 سنين لـ 5 سنين بيحتاجوا من 1200 لـ 1500 سعر حراري في اليوم 50 جرام من الطمر فيهم تقريبا 600 سعر حراري يعني مجرد إن الطفل يتغذى على الطمر خاد تقريبا أكتر من 3 النص احتياجه اليومي من السعرات الحرارية عشان كده من الحاجات اللي بتحسن وزن الأطفال اللي وزنهم ضعيف إن احنا ندلهم الطمر نسبة السكر الطبيعي اللي موجودة في الطمر بتخلي الطفل برضو شهيته تبقى كويسة ونفسه تبقى مفتوحة على الأكل من الحاجات اللي طعمها حلوة معظم الأطفال بتحبها طمر مفيد جدا جدا في علاج الأنيميا وفي حاجات تانية كمان المكون الثالث في المشروب بتاع النهاردة لازم يكون فيه فيتامين سي ليه؟ فيتامين سي من الحاجات اللي بتخلي منتصاص الحديد اللي موجود في الأكل بنسبة عليه قوي عشان كده لما بنده مكون فيه فيتامين سي مع الحاجتين اللي قلنا عليها الطمر والبنجر نسبة منتصاص الحديد في المشروب ده بتبقى عالية جدا من أكثر الحاجات اللي بيكون فيها فيتامين سي وطعمها كويس وتبقى مناسبة للمشروب ده الفراول الفراولة بيبقى فيها نسبة فيتامين سي بنسبة عالية بتخلي منتصاص الحديد اللي في المشروب بيبقى بنسبة كبيرة قوي بتحسن المناعة بتاع الطفل بيفرق معانا في دوار البرد والأمفلونزا اللي بتبقى موجودة في الشتاء وعلى مضار السنة نسبة فيتامين سي اللي موجودة في الفراولة مش بس هي دي المفيدة لا بيكون فيها برضو نسبة كبيرة ان الحديد بتساعد على علاج الأنمية عند الأطفال وبتخلي الاكسجين في جسم الطفل كويس زي ما وضحنا في الفيديو من شوية غير انه هو برضو بيكون فيه مضادات أكسادة تحفز الجهاز المناعي وبيحمي صحة الطفل من الأمراض بنسبة كبيرة غير ان الفراولة بيبقى فيها مركبات في لفنايت دي بتخلي صحة العين بتاع الطفل كويسة بتحمي العين بتاع الطفل من الجفاف في نفس الوقت بتخلي قوة الأبصار عند الطفل أحسن كتير الفراولة كمان بتخلي صحة العظم بتاع الأطفال كويسة عشان نسبة الكالسوم والفسفور العالية اللي فيها مش بس بتخلي العظم كويس ده بتخلي التسنين كمان كويس وبتحافظ على صحة الأسنان بتاع الطفل زي ما انتو شايفين بتفر مع الطفلة في حاجات كتير مش في علاج الأنمية بس برضو الفراولة بيبقى فيها نسبة عالية من الالياف اللي بتعالج الطفل من الامساك وبتحسن العمل بتعال الجهاز العظمي كمان الفراولة من الحاجات اللي بتزبط معدل السكر في دم الطفل ودي حاجة مهمة جدا ان احنا نركز فيها مع الاطفال خصوص ان الاطفال اللي معظم غزاهم بيكون سكريات غير ان الفراولة برضو بتحسن من صحة المخ عشان نسبة البوتاسيوم العالية اللي فيها بتحسن من صحة القلب بتاع الاطفال بتفيد الطفل في حاجات كتير قوي زي ما شوفنا البنجر الطمر الفراولة ثلاث مركبات دولة من الحاجات الهيلة لو غزينا الطفل عليهم بصفة يومية هيبدأ الطفل يستفيد بنسبة كبيرة تعالي بقى نشوف المشروب ده هنحضره للطفل ازاي اول حاجة بنجيب صمرة من البنجر بنقشرها وبنقطعها مكعبات وبندلها سلقة خفيفة تاني حاجة بنجيب ثلاث تمرات بنشيل النوى منها وبنقطعها حتا صغير تلاث حاجة بنجيب خمس فراولات كده صغيرين او تلاث اجبار وبنبدأ نقطعهم برضو مع بعض نبدأ نخلط الحاجات دي مع بعض ونزودهم بمية او بلبن لو الطفل مثلا بيرضع طبيعي ممكن شوية من لبن الام نحطهم عليه او لو بيرضع صناعي ممكن نضيف شوية لبن من اللبن الصناعي بالنسبة للطفل ونديه للطفل قبل السنة طفل اللي بعد السنة هنعمل نفس التركيبة دي بس هنبدأ نزود عليها عسل نحل هيفرق بنسبة كبيرة او في صحة الطفل طفل اللي قبل السنة بنيديه مرتين او تلات مرات في الاسبوع طفل اللي اكبر من سنة تقدر يتديه بصفة يومية طفل الكبير اللي بيذاكر تقدر يتديه بصفة يومية هيفرق معاك كتير في التركيز هيفرق معاك كتير في الاداء البدني والاداء الزهني عند الطفل هيفرق كتير في صحة طفلك انت كمان لو عندك انمية تقدر يتشرب المشروب ده بصفة يومية وتخديب استمرار هيفر معاك كتير في صحتك وفي نشاطك وفي مجهودك في الاخر بعد او عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملونا لايك وشير تشتركونا في القناة وتعملونا في الول الصفحة ولو احتاجتوا اي حاجة سبوها في التعليقات تحت شكرا